وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحف أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطارا ذوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج فيه أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرم فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قرار وكان أمر الله خدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حكيبا ما كان محمد أما أحد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليم وكان الله بكل شيء عليم وكفى بالله حكيبا وكفى بالله حكيبا هو الذي يصلي عليكم وملائفته وكفى بالله حكيبا وكفى بالله حكيبا ما كان محمد قية سيدنا أنا وكفى לא�تهم يوم يلقونه سلام وأحد لهم أيران كريما يا أيها النبي إما أرسلناك شاهدا ومبشرا ومذيرا وتعالي أنجل الله بإذنه وسراجا مديرا وبشري مؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وَلَا تُطِعِي كَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَبَاهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَشَعْتُمُوا الْمُؤْمِنَاتِ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسلحوهن سواحا جميلا يَهْمٌ تَغْيَهُوا الْرَاكَ